وكأن العراق لا يكفيه محل به حتى يزج في معركة في الشرق الأوروبي فبينما العالم يجرم روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا تخرج من داخل العراق أصوات تتغنى ببوتين وتمجد إنجازاته كما لو أنه زعيم ميليشيا يتوافق هواه مع وكلاء إيران في العراق مرحبا الآن من منطقة الجادرية أصدقاء الرئيس بوتين يرفعون صورة في بغداد وفي عدد من المناطق هنا في العاصمة بغداد ميليشيا حزب الله في العراق اعتبرت انتصار بوتين يصب في صالح ما سمته محور المقاومة والممانعة وهذا التصريح لم يأتي من فراغ بل من العلاقة الوثيقة بين النظامين الإيراني والروسي القنصلية الروسية في البصرة تحدثت عن تلقيها طلبات من متطوعين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي للمشاركة في غزو أوكرانيا إلا أنها سارعت في التموه على القضية عبر تصريحها أن روسيا لديها ما يكفيها من قوات للقتال في أوكرانيا الطلبات التي قدمت للقنصلية الروسية تؤكد سلوك زعماء الميليشيات في تجنيد الشباب وإرسالهم للقتال خارج العراق كما حصل في اليمن وسوريا على سبيل الارتزاق وخدمة مشاريع وأجندات بعينها محاولات إقحام العراق في الحرب الروسية على أوكرانيا وصلت إلى المستوى الرسمي حيث خرج السفير الروسي في بغداد إلبروس كوتراشيف ليؤكد على علاقته المتينة بزعماء الميليشيات والكتل السياسية قوى الموجودة في إتار تنسيقي أمار الحكيم صديقنا همام حمودي صديقنا نوري مالكي صديقنا فالح الفياد صديقنا هذه العامري صديقنا إلى آخر كلهم أصدقاء كلهم أصدقاء التغني بموسكو في هذه الفترة بالعراق يكشف عن مدى الاستهتار بتبعات العقوبات المفروضة على روسيا وإصرار الميليشيات على زجه في أي صراع ولو كان في القطب الجنوبي اشتركوا في القناة